هذه الكلمة التي بالنون المشددة تختلف عن الكلمة التي بالنون الساكنة إذ بعثة طبعا ننتبه للذال والثاء ليست إذ بعثة ولكن إذ بعثة مصيبة قد قبل أن نفخم الغنة ننتبه لترقيق التاء بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مع ختم التصحيح التلاوة انتهينا المرة السابقة من تصحيح الآية الثالثة والستين من بعد المئة من سورة آل عمران في الصفحة الحادية والسبعين واليوم إن شاء الله نكمل إلى نهاية الصفحة الآية تبدأ بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم نفخم القاف ونقلق لهذه الدال الساكنة طبعا عند الوصل تكون القلقلة في وسط الكلام فتكون صغرى ولو وقفت على الكلمة تكون كبرى لقد من الله طيب كلمة منة كما نراه ميم مفتوحة نون مشددة بالفتح هذه النون المشددة طبعا فيها غنة حركتين معنى كلمة منة أي أنعمة هذه الكلمة التي بالنون المشددة تختلف عن الكلمة التي بالنون الساكنة فهذه التي بالسكون في الوصل تأخذ حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين فلو بعدها حرف من حروف الإظهار تظهر لو بعدها حرف من حروف الإضغام تضغم فيه لو بعدها باء تقلب لو بعدها حرف من حروف الإخفاء تخفى وعند الوقف تكون ساكنة مظهرة نقول عند الوقف من من بالغنة الأصلية التي فيها اللازمة للمخرج بدون إطالة لزمن الغنة أما هذه الكلمة التي بالنون المشددة ففيها غنة زائدة بمقدار حركتين والغنة ثابتة فيها طبعا وصلا ووقفا فإن وصلت فيها غنة من الله طيب وإن وقفت نقف بالغنة ولكن بدون الحركة من من لقد من إذن هنا هذه النون تختلف تماما عن هذه النون إذن نحذر من إسقاط هذه الغنة خاصة عند الوقف البعض يقول في هذا الموضع عند الوقف لقد من لا هذه ليست ساكنة هذه مشددة هذه نون مشددة نقف بالغنة لقد من معناها أنعم لقد أنعم الله إذن هذه النون المشددة فيها غنة زائدة بمقدار حركتين أما هذه النون فهي بدون غنة زائدة من من أما هنا وقفا من 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 طيب وعند الوصل تفخم لامس من الجلالة لأنها سبقت بفتح طبعا نراعي ترقيق النون عند الوصل لقد من الله على المؤمنين سيحذف هذا الألف للتخلص من التقاء الساكنين ولا نقلق الألهمزة الساكنة نغلق الحبلين الصوتيين تماما حتى نصل إلى الميم التي تليها المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إذ بعثة طبعا ننتبه للذال والثاء ليست إذ بعثة ولكن إذ بعثة الذال والثاء من نفس المخرج من طرف اللسان مع أطراف الثانية العليا إذ إذ بعثة نفس المخرج فيهم رسولا الميم مظهرة وهذه أيضا مظهرة والراء المفتوحة تفخم ننتبه لحرف السين لا يفخم هذه الكلمة خصيصا لا تفخم فيها السين لا نقول رسولا ولكن رسو رسولا طيب التنوين بعد ميم إذن عند الوصل إضغام كامل بغنى رسولا من أما وقفا طبعا مد عوض نقول رسولا نقف بالألف ويلحق بالمد الطبيعي رسولا طيب هذه النون الساكنة بعدها همزة إذن تظهر إظهار حلقي من أنفسهم وتخفى هذه النون لأن بعدها فاء كما مر معنا وننتبه لإتمام الكسر في السين والهاء أنفسهم وليست أنفسهم ليست ه ولا س ولكن أنفسهم ونفس الشيء في هذه الهاء أيضا فيهم وليست فيهم طيب نقرأ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو نهتم ببيان همس التاء خاصة لأن بعدها لام فنرعي أن يكون هذا الهمس من مخرج التاء وليس من مخرج اللام لا نقول يتلو فين الهمس فنهتم ببيان الهمس أولا مع التاء ثم بعد ذلك نقرأ اللام يتلو 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 عليهم هذه الميمات السواكن طبعا مظهرة إظهار شفوي آياته آياته ألف سبق بهمزة مفتوحة إذن هو مد بدل مقدار المد فيه حركتين ويلحق بالمد الطبيعي فنقول آ آياته نفس مقدار هذا الألف في المد البدل هو نفس مقدار هذا الألف في المد الطبيعي آياته ويزكيهم بين الكلمتين مد صلة صغرى أيضا يمد حركتين ويلحق بالمد الطبيعي آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هنا نهتم ببيان كسر اللام لأن بعدها ضم ويعلمهم 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 الكتاب طبعا هذه أصلا ميم جمع ساكنة ولكنها حركت بالضم للتخلص من التقاء الساكنين والحكمة والحكمة هنا هذه الكاف الساكنة نبين فيها الهمس والحك والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين انتبهوا معي هنا نون ساكنة بعدها كاف وهذه أيضا نون ساكنة بعدها قاف الكاف والقاف من حروف الإخفاء الحقيقي إذن هذه النون ستخفى وهذه أيضا ولكن هنا الغنة مرققة وهنا الغنة مفخمة لأن حرف الإخفاء هنا كاف حرف مرقق أما حرف الإخفاء هنا حرف القاف حرف مفخم ولكن في الموضعين أقصى اللسان يلامس مخرج الكاف والقاف كما قلنا في أليت الإخفاء عند الكاف والقاف أن أقصى اللسان يضرب المخرج أقصى اللسان يلامس مخرج الكاف ومخرج القاف فنقول في هذا الموضع وإن كانوا وأقصى اللسان يلامس مخرج الكاف والغنة مرققة طبعا أما هنا أقصى اللسان يلامس مخرج القاف لذلك الغنة مفخمة فنقول من قبل من قبل شوفوا صوت الإخفاء في الموضعين وَإِن مِن وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ وهذه الباء السكنة طبعا تقلقل قبل لفي لام مضمومة بعدها لام متحركة ننتبه للحروف المتمثلة المتجورة المتحركة نبين حركة كل واحد فيهم حتى لا يضغم الأول في الثاني فنقول من قبل لا في من قبل لا في لفي ضلال الضاد حرف مفخم لكن اللام طبعا حرف مرقق إذن لا نقول ضلال إذن نقول لا في ضلال لا في ضلال وهذا التنوين كما نعلم بعد ميم يعني إضغام كامل بغنة وهذا التنوين برمز الإظهار الحلقي لأن في بداية الآية التالية حرف الهمزة إذن يظهر هذا التنوين تظهر نون التنوين الساكنة ونقول مُبِينٍ أَوَلَمَّا لكن طبعا الوقف على رؤوس الآية سنة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مُبِين أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ نفس الأحكام التي مرت معنا هنا ننتبه أن هذه الواو متحركة بالفتح أَوَ وليست واو ساكنة ليست أو ولكن أَوَ أَوَلَمَّا وليست أَوْلَمَّة تمام؟ طيب الألف مد منفصل لأن بعد همزة والصد حرف مفخم لكن الهمزة مرققة يعني لا نقول أَصَابَتْكُمْ ليست أَوَلَكِنْ أَا أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ الميم الساكنة بعدها ميم إذن تضغم فيها إضغام شفوي أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ مُصِيبَةٌ قَدْ تنوين بعد قاف يعني إخفاء حقيقي والغنة مفخمة مُصِيبَةٌ قَدْ قبل أن نفخم الغنة ننتبه لترقيق التاء يعني لا نقول مُصِيبَةٌ تُنْقَةٌ تُنْطُ فخمناها حولناها التاء وهذا خطأ تُنْقَةٌ تُنْقَةٌ مُصِيبَةٌ قَدْ والقاف طبعا حرف مفخم ودال الساكنة مقلقلة أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْتُمْ أَلْقَاف حرف مفخم وهذه اللام الساكنة هي لام فعل مظهرة لأنها أتت في وسط الكلمة قُلْتُمْ والمِيم مظهرة أَنَّا أَنُّونَ المُشَدَّدَةَ فِيهَا الْغُنَّةَ حَرَكْتِينَ وَالذَّا لَيْسَتْ زَايْ لَا نَقُولْ هَذَا قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ نفس الأحكام التي مرت معنا هذه اللام هي لام فعل مظهرة أيضا لأنها متطرفة ولم يأتي بعدها لام أو راء قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ كلمة من تظهر فيها النون لأن بعدها عين أما النون الساكنة في كلمة عندي وكلمة أنفسكم تخفى لأن بعدها دال وفاء والدال والفاء من حرف الإخفاء الحقيقي فنقول من عند أنفسكم قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ النون المشددة فيها الغنة وتفخم لام اسم الجلالة لأنها سبقت بفتح إن الله على كل شيء قدير تنوين بعد قاف إذن يخفى هذا التنوين والغنة مفخمة لأن القاف حرف مفخم شيء قَى شيء قدير قدير الراء منونة بالضم إذن هي في الوصل مفخمة أما وقفا تكون ساكنة مسبوقة بياء يعني مرققة طبعا أتحدث عن الراء وليس عن التنوين التنوين عند الوصل بعد حرف الواو يعني إضغام ناقص بغنة قدير وما أما الراء فهي في الوصل تكون مضمومة يعني مفخمة وفي الوقف تكون ساكنة مسبوقة بياء يعني مرققة إن الله على كل شيء قدير هذا كان تصحيح اليوم أتمنى تكونوا استفدتم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته